انت دلوقتي عاوز تذكر المادة دي او اي مادة في الدنيا في الكلية عاوز تذكرها بتعمل ايه؟ المذاكرة على ثلاث مراحل اول مرحلة انك تفهم المادة ما انت مينفعش تحل حاجة غير لما تفهمها الاول خصوص ان انت في كلية الهندسة تمام؟ الاسئلة بيبقى فيها فهم ممكن يبقى فيها شوية لعب فانت محتاجة تكون فهم المادة كويس حلو؟ طب اول مرحلة دي افهم المادة ازاي انت عندك ثلاث مصادر عشان تفهم منهم اي مادة في الدنيا تمام؟ اول مصدر عندك هي المحاضرات والسلايد بتاعت الدكتور دي اول مصدر لازم تبص عليه كويس حلو؟ انت لو فهمت من المصدر بتاعت الدكتور فهمت الاسلايد وزاي الفل وفهمت من محاضرات خلاص خش في المرحلة بعدها مش لازم تعتمد على المصدر تاني طب انت مثلا لو ما فهمتش بنسبة كبيرة فهمت بنسبة قليلة تمام؟ انت عاوز تفهم انت مش فاهم برضو هتعمل ايه؟ تبدأ تخش على المصدر التاني ايه المصدر التاني انك بتدور على ورق خارجي او انك بتدور على مصادر قديمة على اليوتيوب بتدور على ايه المصادر قديمة؟ حلو؟ بتبدأ تدور لو الحمد لله فهمت المصدر ده وزاي الفل وفهمت الدرس خلاص كده انت خلصت المرحلة دي لو انت ما فهمتش بتدور على المصدر التالت انك بتدور على كرس خارجي بتدور على حد تاني يبسط لك ويفهم لك الدرس حلو كده خلاص انت فهمت خلصت اول مرحلة وفهمت الدرس وزاي الفل وفهمت الدرس بيتكلم عن ايه؟ وده لازم بتخش على المرحلة التانية وهي مرحلة المذاكرة انك بتقرأ الدرس كويس سواء بقى بتقرأه من السلايد سواء بتقرأه من ورق خارجي انت لازم كده تفر في الورقة كده وتقرأه كويس لو حاجة عندك بالانجليزي مش عارفها لازم تترجمها لازم تعرف الكلمة دي معناها ايه بالعربي دي معناها ايه بالعربي عشان تعرف ترجم السؤال حلو كده طيب انا خلصت المرحلة الاولانية وفهمت الدرس وخلصت المرحلة التانية وقرأت الدرس كويس تالت مرحلة بقى وهي التدريب اللي هو عاوز بقى تتدرب عايز تنشط مخك وتدرب مخك هل هو استوعب وحفظ ولا لأ فبتعمل ايه مسلا ممكن تفتح كنين بدي اف بدي اف مثلا للأسئلة ومش متجاوب عليها تمام وتبدأ تفتح بدي اف تاني السؤال متجاوب عليه وتبدأ تدرب عقلك وتحلي بالطرقة بالطرقة دي انك تقرأ الكلمة بالانجليزي وتحاول تترجمها بالعربي تمام بعد كده بتحاول تستذكر السؤال دوت كان موجود فاني دارس تمام وتحاول بقى ايه تخمن على حسب حفظك مذاكرتك الاجابة ايه قبل ما بص على الاجابة الاول وبعد كده تيجي تفتح الصفحة التانية اه انا جاوبت صح طب انا لو جاوبت غلط دي بتنشط مخك ان انت عملت حاجة غلط فهيبدأ عقلك يستوعب ان انت بتعمل حاجة مهمة فانت لازم تحفظها ايه دي طريقة المذاكرة الصح طبعا ان احنا لسه في اول درس فلسه طبعا ايه لسه ما فيش اسئلة لسه ما فيش مصادر الكلام ده لسه قدام المادة صغيرة مش كبيرة لكن بقى في المواد التانية مثلا زي الرياضة زي الميكانيكا زي مش عارف ايه لا دي مواد دي ضخمة فمحتاج تدريب كتير يعني محتاج تفتح السؤال قدامك ومحتاج تفتح خطوات حل المسألة في بدي اف تاني اول و تاني مرة و تالت مرة هتبدأ تحل زي الخطوات تحل اللي قدامك سواء من السلايد او سواء من وراء خارجي ايا يكن تمام بتحاول تحل زيه بعد كده بقى في المرة الرابعة مسلا انت بتفتح السؤال وتخفي الاجابة من قدامك وتحاول كده تشوف هل حتعرف تحل الاجابة صح زي ما الحل موجود ولا لا لو حلت غلط شوف ايه الغلط عندك و تضرب عليه ثاني و حل عليه ثاني مرة و اثنين و ثلاثة لغاية تم ايه المسألة تثبت معاك الكلام ده في اي مدى تمام اوعى تذاكر اللي هو ايه بالنظر اللي هو اه دي مش عارف كذا دي بتحل كذا الكوز ده بيتفك بالطلال فلان ايه والجاو ده بلاش لان انت مخك مش سكانر من الاخر فانت لازم تتضرب بايه دك لازم تنشط حواسك كلها عشان تشتغل تمام لحد بقى الكلام ده طبعا ايه في الاول خالص طول مرحلتك الدراسية بتذكر بنفس الطرق اللي انا عمال بقول لك عليها لحد اما يجي للميت تيرم انت دلوقتي قارت الدروس وفهمتها كويس الحمد لله اتدربت على الدروس بتاعتك اه وحفظت كل حاجة تالت حاجة الحمد لله اتدربت وحليت وبتعرف تطلع المسألة وبتعرف تطلعها صح يعني لازم يبقى معاك معهم مصدر الاركام في مظبوطة ممكن تكون بتحل ومش عارف الاركام صح ولا غلط فيبقى لازم يبقى معاك مصدر الحل صح عشان تعرف انت بتحل صح ولا لا وطبعا تكون بتدرب بيدك اخر حاجة يبقى عندك مشكلة هي مشكلة السرعة انت دلوقتي مادة مثلا عندك زي الانتاج بيبقى عندك ستين نقطة في ساعة في الميت تيرم عندك مثلا زي الرياضة والميكانيكا مثلا فليكن مثلا تلاتين سؤال او تلاتين نقطة في ساعة هل انت تقدر تحل تلاتين نقطة في ساعة ولا لا فانت ممكن مسلا تيجي في البيت تحل عادي بس بتحل انت بطيق يعني ممكن مسلا بعد ساعة تيجي تبص على وقت كده تليك مخلص تشغل خمس شهر ستين نقطة بس تقول امتحان تلاتين نقطة هتعمل ايه في الميت تيرم فلازم تتدرب على السرعة يعني انت مش بس بتفهم المادة ومش بس بتتدرب ازاي بتحل انت كمان في الكلية هنا بقى لازم تتدرب ازاي تحل بسرعة تمام? كلام ده طبعا في اي مادة انت مسلا بتجيب امتحان 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 امتح سابق امتحان السنة اللي فاتت حلو? الانتحان ده بتلاقي تلاتين نقطة. طبعا الكلام مش في الاول الكلام اللي اقول لها عالي ده 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 في الميت تيرم لسه. انت في الاول لسه بتتعرف على المنهج ابتدرب وبتعرف ازاي تحل كلام ده في الميت تيرم اللي هو التدريب ع السرعة ده في الميت ترمي. بتعمل ايه? بتجيب التلاتين سؤال ده بعد ما خلاص بعرف تتضرب وعرف تحل اي مسألة قدامك. آآ بتشوف هل الامتحان دوت تقدر تحله في ساعة ولا لأ? فبتجيب ساعة قدامك. لاتك مسلا حلت تلات ربع الامتحان في ساعة. يبا انت كده بطيق. لازم تجرب تحل الامتحان مرة واتنين وتلاتة لحد ما تلاقي نفسك بتحل الامتحان في ساعة. وطبعا تفتح البديد في مرتين مرة للسؤال لوحده ومرة اللي جابه لوحده. لازم تتضرب انك تعفو تحل المسألة من غير ما يكون الحل قدامك. لان زي ما قلتلك مخك مش سكانر. فانت مش هتيجي تبص الحل قدامك اه ده بتعمل كزا 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 وتقوم قافل وتقول ان خلصت مذاكرة. لا هتيجي اللي انت عمش تحل حاجة. تمام? بس هي دي هي دي خلصت المذاكرة في الكلية. انك بتعمل التلات مراحلة لطيق عليها بتفهم المادة كويس. آآ بتحفظ وبتقرأ الدرس كويس. تلات حاجة بتتضرب. قبل الميت ترمي باسبوع بتتضرب عالصرة. بس مش اكتر. الكلام ده في كل المواد. آآ بالنسبة بقى لمادة الانتاج هي اغلب المواد آآ اغرب الاسئلة بتبقى اسئلة نظري. في مسائل بس مسائل بس مسائل بسيطة جدا. مسائل صغيرة بس اغلب النظري. فانت برضو بتتضرب عليها بنفس الطريق اللي بتلك عليها. انك بتفهم الدرس. وبتعرف تترجم الكلمة عشان تعرف تجاوب. حلو? آآ في حاجة كمان حزاري انك تبص مجد درسك المادة كده وخلاص. يعني مسلا. ممكن مسلا متحمي الترمي 2020 يجيب لك السؤال كده. حلو? وانت ما تعرفش ولا ايه يعني ايه كاربون ولا عارف لو ولا عارف يعني استيل ولا عارف اي حاجة. اول ما تيجي تبص بس تحافز لو مش عارف ايه تلاتة من عشرة في المية. ما هو ممكن مسلا يغلق كلمة في النص. يعني ممكن يجي المتحان السنية دي يغلق كلمة في النص. ده سؤال صغير. ممكن يبقى سؤال كبير شوية. غير كلمة في النص. خلى مسلا بدل بفور بقت افتر. آآ بدل مينموم بقت ماكسيمم. بدل لو بقت هاي. هل انت لو مش فهم الدرس ومعارطوش ومش عارف الدرس بالكلمة عنيه اصلا. هتعرف تجاوب اللي جابة الصح? لا. انت واحد بصماجي ومعارطش الدرس. فحتختار زي ما بصمكتها السنة اللي فاتت. انت اصلا مش تاخد بالك الجملة التبقية هي. الجملة في الانتحان. بتباية هي. بس بي غير جملة ولا كلمة ولا كلمة في النص. فمش هتعرف تحل صح ولا هتعرف تختار صح. غير انت وفهم الدرس كويس. تمام? بس كده. ربنا يوفاكوا ان شاء الله وتحققوا اللي نفسوكو فيه. وتدخلوا الكسم اللي نفسوكو فيه بازن الله. آآ آخر حاجة قبل ما تقفلوا يا ريت تتصلوا على سيدنا محمد. السلام عليكم. بيقول لك حوقف الانبياء واسألهم. هم اللي انا هيحصل لي معاي. الانبياء. احب الناس الى الله هيوقف كده. وعملت ايه? دعوت الى الناس. دعوت ازاي? دعوت بالشكل الفرنين ليه شد اللي تدعوت? تصور? هم اللي الافراد بقى حيسألهم عليه. والفلوس اللي هتصرفها دي هيتسيل بانهي واحدة بالزوط اللي هتقعد يفكر. هلتسيل يعني كل فلوسك وعن ماله من اين اكتسبه هو فيما انفقها. وحنسيل عليه كده كل جملة. يعني انت طول حياتك كده صرفت اقد ايه مليون جنيه مسلا يعني. المليون جنيه دول انت جيبتهم. مليون جيبتهم يا رب كنت شغال في الحيات الفلانية. وصرفتهم في الحيات الفلانية. اجمالا كده. ولا هيبقى بالوحدة بقى. تعال الجنيه في كمشي لنه. تبقوا الناس توقف اقد ايه بالشكل ده. وكل سؤال لواحد يقول انها لمهلكتي. ده هو ده اللي هروح بيه بقى لا سيابك انا لا ازا اطلع على معصية. لقى انت صرفت العشرة جليدول في ايه. جبت يا رب البتين سجيل. ما ده عاوش تقول له ايش هتعرف طولا لكده. فيش ما هتلف ولا تدور. تلاقي ديك شهدت على طول. عملت ايه جبت قال البتين سجيل وجبت مخدرات وجبت وحقول الكلام ده كله. طب انت مش عارف انها مهيتك. عنده. بتتحداني. هتقول له ايه بقى. موسيقى